وكأن حضرتك بتقولي الاعتداء نعم إن احنا نعتدي على الأشياء الاعتداء أو الإصراف هو عبارة عن مجاوزة الحد في فعل الشيء صحيح يعني أنا النهاردة لما اعتدي اعتدي على مثلا شبابي الشباب عشان عايزة خطب دايما الشباب عشان حبيبنا كده وولدنا ويخلي بالهم ده لو ربنا نعمة الصحة تخيل حضرتك الإصراف في استهلاك صحته والعيازه بالله بدل ما يحافظ على شباب مخدرات وخمور وفواحش وافترع على خلق الله والاعتداء عليهم في الشوارع سواء باللفز سواء بالقوة البنانية سواء بأي شيء أنا مش بس بقول الإصراف في المال أو في الماء أو في أي حاجة الإصراف في أي شيء الاعتداء في أي شيء ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا الشباب بالذات أنا هخطبهم لأنهم بيشوفوا أن نعم ربنا للدهالهم يعني من حقهم يعملوا فيها اللي هم عايزينه لكن لا يا حبيبي ركز كويس قوي في نعم ربنا ما تصرفش في استهلاك شبابك فيما لا ينفع ولا يجدي ما تصرفش في المال وتستهلكه في حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بيها أبدا أنك تشرب موبقات أو تشرب حاجة تذهب عقلك وتغيبك عن الدنيا هتستفيد إيه ولا أي حاجة يعني نقدر نقول إنه هو بيصرف هذه النعمة فيما لا ينبغي أو في بعض الأحيان بيصرف هذه النعمة فيما هو زائد عما ينبغي يعني ممكن يكون فعلا هو عنده صحة كويسة وحيصرفها في إنه هو يتحرك ويروح وييجي بس لما يزود عن الطاقة زي ما بيقوله الشيء لما بيزيد عن حده بينقلب لضده فدي في حد ذاتها شيء ما ينبغيش وكمان الأسوأ إنه هو يستخدمها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى أو في معصية الله أو يستغل شباب ودهي زي ما حضرتك قلت في إنه هو يشرب مخضرات أو يشرب سجاير أو يعمل منكرات أو فواحش تؤثر بعد كده على صحته إحنا طبعا بنتكلم في إن أي حاجة ربنا بيدالنا دي نعمة حضرتك تفضلت وقلت وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها جاءت مرتين إن الإنسان لظلوم وكفار والتانية إن الله لغفور ورحيم شوف حضرتك حتى المعنى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر إيه الإنسان بيصدم نفسه بإساءة استخدام النعمة لكن لو عدت ورجعت إلى الله إن الله لغفور ورحيم طيب لكن في نفس الوقت وربنا بيقول لنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يا ربي نعم ولا نعمة؟ نعمة يعرفون نعمة الله لأن النعمة واحدة ما نقدرش نوفي فضلها وشكرها لله سبحانه وتعالى يبقى إزاي نسرف في استخدام النعم اللي ربنا ادهلنا بالطريقة اللي احنا بنشوفها دلوقتي في المجتمع وحنلمسها دلوقتي حضرتك مع بعض